من هنا عند معبر سلوى الحدودي بدأ الحجاج القطريون الدخول إلى أراضي المملكة لأداء مناسكهم وذلك بعد أوامر ملكية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العسيس الحجاج القطريون سيسمح لهم أيضاً بالدخول من دون تصريحة إلكترونية الأوامر الملكية شملت أيضاً نقل الحجاج القطريين من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الإحساء الدولي على نفقة العاهل السعودي أما من العاصمة القطرية فقد أمر الملك سلمان بإرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لنقل الحجاج القطريين على نفقته الخاصة لمدينة جدة واستضافتهم ضمن برنامج ديوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة إجراءات قامت بعد وساطة قام بها الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله بن جاسم آل ثاني لكنها في ذات الوقت وضعت الحكومة القطرية في موقف ربما لا تحسد عليه فإجراءات السعودية تفند مزاعم قطر وتنهي مساعيها لتسييس شعيرة الحج فمنذ فترة تحاول الدوحة بشتى الطرق تسييس الحج بالدعاء منع مواطنيها من أداء الفارضة محاولات فاشلة وضعت قطر في ذات السياق الإيراني الداعي إلى تدوير الحج في تخط لكل الخطوط الحمراء بهذا الشأن